السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر وحمد العبد من قناة دروسة عالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الاول الثانوي. هناخد النهار ده الجزء التاني. النهارة للعشرة. هناخد النهاردة كل ما يتعلق بكلمات من سنونيم وانتونيم المرادف والمضاد تعبيرات لغوية ايديا مصطلحات. وكمان هنتعرف على اسهل طريقة نفرق بيها بين اللي هي المشتقات اللي معظمنا بيتلحبط فيها. وكمان هنشحق رامر بالتفصيل ونحل على ده كله اسئلة ونقول السبب بتاع الحل. يلا نبدأ مع اهم الكلمات في لسونز ثري عند فور. اتينشن. اتينشن. كيرينج. كيرينج. كميونيكاتور. كميونيكاتور. كمباشون. كمباشون. كمباشونيت. كمباشونيت. كونفيدنت. كونفيدنت. خليكسبل. خليكسبل. حليكسبل. كمباشون. حلوية. صحيحاتة. كميونيكاتور. ك hoffeير اجد availability certificate communicator cuisine CV هنا اختصر لكلمة curriculum vitae experience fair fancy fire engines fire engines, global warming, global warming, immediate, immediate, interest, interests, interests legal, legal, necessary, necessary, office worker, office worker opportunity, opportunity, patient, pay, personal, statement, plumber, plumber خلب لكم هنا personal statement نبزة شخصية عن الفرد اسمها personal statement على بعضها plumber, plumber, post graduates, post graduates professional, professional, require, require shop assistant, shop assistant, siren, siren situation, situation, statement, statement, support, support teammates, teammates, variety, variety, vet, vet طبعا كلمة vet يختار لكلمة veterinarian او veterinarian فيه في البرتش انجليش في الانجليز البريطاني بيتبعى الار مخفية شوية اللي في النص ديات وفي الامير كان بيقولوه يعني في الامير كان يقولك ايه veterinarian لكن في البرتش يقولك veterinarian على طول واللي اتنين برضو في النطق صح ما فيش مشكلة المهم كلمة vet اختصار لكلمة طبيب بيطاري ناخد بعكات التعريفات اول حاجة اهتمام او انتباه يعني لما الواحد بيستمع او بينظر الى او بيفكر عن شيء معين او شخص معين بحرص يبدأ بينتبه له او بيهتم بيه caring مهتم او مراعي describes someone who offers help and support بيوصف شخص بيعرض المساعدة والتأييد او الدعم communicator لوالبك او مفوه someone who can explain their ideas شخص يدر ايه يدر يشرح الافكار بتاعته confident واثق او متمكن describes someone who thinks that they can do things well يعني بيوصف شخص ما طبعا ايه هو thinks بيعتقد that they can do things well يعني يعتقد انهم ممكن ايه يوموا بالاشياء بطريقة جيدة flexible marine describes someone who can change their behavior in different situations بتوصف شخص ممكن طبعا ايه يقولك يغير سلوكياته في مواقف مختلفة بيهذا الشخص ايه مرن ممكن يشد مرة يرخي مرة وهكذا hard working جاد في العمل working with a lot of effort يعني العمل مع ايه مع كثير من الجهد honest صادق او امين always telling the truth يعني دائما بتخبر بالحقيقة loyal مخلص describes someone who supports their friends even when it's difficult بتوصف شخص بيدعم ويعيض اصدقائه حتى لو كان في مواقف صعب يبدأه مخلص ليهم punctual منضبط او ملتزم arriving بيوصل happening شيء بيحدث or being done at exactly the time that was arranged يعني بينعمل بالضبط في نفس الوقت اللي هو مرتب له يبهو منضبط وملتزم به reliable يعني موثوق به او يعتمد عليه always doing what they say they will do يعني دائما بتعمل اللي هم بيقولوا ايه بانهما سوف يعملوه يعني يعني حد بيعمل الشيء اللي هو بيقول انه هو يعمله يبقى كده الشخص ده موثوق فيه لانه يوفى بعضه سيبقلهم team player a person who works well with others شخص بيجد العمل الجماعي مع الاخرين يعني يبقى متعاون معه تمام نحن اللي بقى الاسئلة الخاصة بكلمات it's not not to tell your friends secrets to others يعني ليس من ايه طبعا انك تخبر اصرار الاخرين لأصرار اصدقائك يعني للايه للاخرين طبعا هنا ما ينفعش يبقى ايه يبقى it's not honest ليس من الامانة number two to work in customer service عشان تشغل في خدمة العملاء you need to be a good لازم انت يبقى ايه طبعا ايه مفوه طبعا ولا بك يبقى a good communicator تمام يبقى ايه number two everyone in the company trusts him because he is يعني كل واحد في الشركة بيثق فيه لانه ايه طبعا لانه هو منضبط يبقى he is not worried he looks هو مش الآن بس هو يبدو عليه ايه طبعا هو شكله واثق من نفسه لانه مش الآن يبقى confident number six he makes sure all his students understand مثل الناس الدفاع لان مدرس ايه هو بيتأكد دايما اللي طالبة بتوعه كلهم فاهمين يبقى الشخص ده ايه طبعا the caring مهتم بالاخرين ومراعي ليهم يبقى letter c number seven good citizens are to their country المواطنين الصالحين يعتروا ايه بالنسبة لايه لبلدهم المفروض هنا عندهم امتباع واخلاص يبقى loyal مخلصين ليهم لبلدهم طبعا number eight i know he is so i am sure he will do the job well والله نعرف ان هو ايه لشان كده متأكد ان هو طبعا ايه هيدي وظيفته بطريقها جيدة اذا الشخص ده ايه موصوق فيه ومعتمد عليه يبقى reliable number nine he failed the same exam twice هو فشل في النفس اللي متحمرتين he can't be لا يمكن يكون ايه طبعا he can't be hard working بدلا سقط في نفس اللي متحمرتين بدلا مش جد في العمل والمكتد فيه خالص number ten to help a group do better عشان ساعد مجموعة ان يتقدر اداء افضل every member must be كل عضو ياجب ان هو يكون ايه طبعا مصد بي كله بيشتغل ايه كعضو في الفريق بيساعد عمل الجماعي يعني number eleven the manager was and agreed to change the date of the meeting والله المدير كان ايه هو وافق ان هو يغير تاريخ الاجتماع يبقى المدير كان ايه طبعا كده كان عند امرونا يبقى flexible يبقى letter d تمام number twelve women naturally have more four children والله السيدات عندوهم مور ايه four children طبعا العاطفة ايه compassionate يبقى letter او compassion هنا letter b تمام number thirteen i called a to fix the kitchen tab kitchen tab اللي هي السنبور او الحنافية بتاعت المطبع طبعا انا اتصلت بمين طبعا البلمر اللي هو السباك تمام number fourteen in a cv في cv طبعا an applicant has to write a personal في cv المتقدم الوظيفة لازم يكتب personal ايه طبعا personal زي ما قلنا statement ليا نبذى عن الشخص نفسه نبذى شخصية عنه يعني number fifteen i'm going to apply for graduate studies next month والله انا يعني هل قدم للدراسات العليا هي اسمها الدراسة العليا اسمها post graduate studies دراسة عليا تمام number sixteen when drivers hear that of an ambulance they must make way for it او المسائق السيارات يسمعوا ايه خاصة بالاسعاف المفروض على طول يعني يوسعوا لها مكان زي يقولهم يبقى هيسمعوا لأيه سايرين اللي يعني السلينة بتاع الاسعاف السفارة بتاع الاسعاف number seventeen the time of the journey depends on that of train tickets والله هو وقت الرحلة معتمد على ايه طبعا معتمد على الاتاحة بتاع التزاكري يبقى هنا هتبقى ايه طبعا هتبقى هنا availability لطربي number eighteen it's not not to drive on the left طبعا ليس ايه انك تقود السيارة على الشمال على اليسار في مصر طبعا يبقى ايه it's not legal ده شيء غير قانوني فرض بنمشى على يمين تمام number nineteen try to be a good member of your حاول تكون عضو كويس فين community مكتمعك طبعا يبقى letter C number twenty I got my preparatory school last year والله يعزو لك انا ايه عصلت على الشهادة العددية العام الماضي يبقى certificate تمام number twenty one he found a good to work as a cashier in a supermarket تواجد وظيفة جيدة وفرصة جيدة للعمل يعني ككشير يعني بتاع حسابات يعني فين في السوبر ماركت يبقى ايه يبقى هنا opportunity letter A تمام لها فرصة number twenty two I have a little son five انا عندي ولد صغير سنه خمس سنوات يبقى ايه aged five letter D number twenty three not means arriving happening or being done at exactly the time that was arranged معنى كلمة دي يتو الوصول وانه انك توصل او شيء يحدث او تكون بالزبط في الوقت اللي انت مرتب له يبقى انت كده منضبط يبقى punctual letter A number twenty four the adjective not describes someone who supports their friends even when it's difficult يعني ايه الصفة طبعا ديت بتوصف شخص طبعا who supports بيدعم اصدقائه even when it's difficult حتى في وقت اللي الوقت الصعب يعني يبقى ده شخص ايه ده طبعا loyal مخلص ليهم تمام لترضي number twenty five a or an is a person who works well with others in a group ده شخص بيعمل بصورة جيدة مع الاخرين في مجموعة يبقى ده ايه ده عضو فريق يبقى team player بيحب العمل الجماعي يعني تمام number twenty six a not is someone who is able to talk about their ideas and emotions in a way that other people understand ده شخص طبعا يقدر بيبقى قادر انه يتكلم عن افكاره emotions المشاعر بتاعته بطريقة تخليل الاخرين او الناس الاخرين يفهموه يبقى ده ايه بيبقى مفوه ولا بيبقى communicator letter A تمام number twenty seven not means always doing what they say they will do دائما بيعملوا الشيء اللي هما بيقولوا انهما يعملوه اللي هما وعدوا به يعني يبقى من دول يبقى reliable موثوق فيه او يعتمد عليه number twenty eight to be not means always telling the truth لما تبقى ايه يبقى انت دائما بتقول الحقيقة يبقى انت كده عندك امانة يبقى honest letter C number twenty nine not describe to someone who offers help and support بيوصف شخص بيعرض المساعدة والدعم والتأييد يبقى دائما ايه دا شخص مهتم بيه يبقى caring تمام number thirty the adjective not describes someone who thinks that they can do things well الصفة دي بيوصف شخص ما بيعتقد انهم ايه can do things well بيقدروا يعجوهم بالاشياء بطريقة جيدة خلي بالك يبقى الشخص دا ايه الشخص دا وثق من نفسه يعني مش القناة ولا حاجة يبقى confident تمام لما يكون الشخص بيعتقد بني قدر يعمل الشيء اللي هو عاوز يعمله بطريقة جيدة يدواصك من نفسه number thirty one not is the act of listening to looking at or thinking about something somebody carefully يعني الشيء لما كن بستمع الى او اه بنظر في شيء معين او بفكر في شيء معين بحرص يبقى كده ايه يبقى كده منتبه للشيء دا يبقى attention لترضي number thirty two الصفة دي ها بيتوصف شخص ما طبعا يقدر يغير السلوك بتاعه in different situation في مواقف مختلفة الشخص دي يبقى ايه يبقى مارن يبقى ناخد بقى كده كل ما يتعلق بالفكابلار الصدي دراسة كل ما يتعلق بالكلمات اول حاجة متلازمات لفظي do things as well يكون بالاشياء بطريقة جيدة earn much money او make much money يجني مالا كثيرا get work experience يكتسب خبرة عملية give attention او pay attention ينتبه have فريتي متنوع offer help and support يقدم المساعدة والدعم take a course ياخذ دورة تطريبية tell the truth يقول الصدق ناخد بقى السينونيم المتراضفات caring مهتم او مراعي طبعا السينونيم المراضفة بتاحها concerned attentive loving considerate affectionate دي كلها بتساوي كلمة مهتمة او مراعي confident واثق او متمكن طبعا السينونيم بتساوي ايه self assured او sure flexible marine بتساوي adaptable او adjustable hard working جد في العمل بتساوي industrious او enthusiastic enthusiastic معناه ايه بقى enthusiastic بلاه متحمس او جد في العمل reliable موثوق به او يعتمد عليه dependable او trust worthy الانتوني مزيبه المتضدات caring مهتم او مراعي طبعا عكسها uncaring او cruel flexible marine عكسها inflexible او rigid hard working جد في العمل عكسها lazy honest صدق او امين عكسها dishonest او incensure loyal مخلص عكسها disloyal او treacherous punctual منضبط او ملتزم عكسها late او tardy reliable يعتمد عليه عكسها unreliable او untrustworthy ناخد بعلكة expressions and idioms تعبرات المصطلحات a natural thing to do من الطبيعي القيام بهذا الشيء attention to details اهتم بالتفاصيل bachelor degree in science شهادة البكاريوس في العلوم dream job وظفة الاحلام Egyptian cuisine المطبخ المصري free time activities انشطة وقت الفراغ interested in مهتم بي on a training course ضمن مقرر تدريبي personal qualities سمة شخصية plenty of الكثير من post graduate certificate شهادة دراستات العليا sitting at a desk الجلوس على المكتب skills required مهارات مطلوبة suitable for مناسب لي want to help people يريد عمل ان يساعد الناس with their sirens sounding يعني ايه بقى هنا عزو لك تطلق يعني سيارات اسعف مثلا بتطلق صفرات تحذيرية work experience خبرة عملية years of study سنوات الدراسة بعد كده حرف الجارة بقى مع الافعال الدابتة زاد الاسم يتكيف معه ممكن يقرها ايه اسم او philfo ng find out about يكتشف او يعرف عن help with يساعد في work as يعمل work in يعمل في work on يعمل على تحسين او تطور شيء معين work with يعمل في او على الفرق بين كلمة punctual و puncture punctual منضبط او ملتازم يما يقول لك ايه being ده من يجو راسفة being punctual makes him successful in his job يعني كونه منضبط وملتزم خلاه نجح في عمله طب puncture لو الثقب the tire is flat الاطار بتاع الكويتش ايه على الارض زي يقول له عجران تفارغ يعني because there is a puncture in it لان فيه ثقب نحن لي بعد كده بقى الاسئلة اختار ايجابتين من خمسة المحل ده هزولك فيه مجموعة متنوعة من ايه من ايه لجهزة الذكية يبقى هي تبقى ايه طبعا هنا محل ده مفرد يبقى هاز ادي واحدة تمام لان هنا بقول لك هاز افريت يعني اللي لديها مجموعة متنوعة ايه كمان ممكن اقول سيلز يعني يبيع مجموعة متنوعة من ايه سمارت فونز نور تو ليست جريمة انك تكتهد في الحصول او جني المال من خلال العمل اللي جاد طبعا هنا ممكن اقول ايه ممكن اقول ايهر نماني ادي واحدة وممكن اقول ميك ماني ودي ادي التانية الاتنين معنهم يجني مالا كثيرا نمبر ثري دي خطة ايه يعني فيه دائما امكانية في تغييرها وفقا للموقف الحالي هنا بقى هتبقى اكيد ايه او الحاجة طبعا فليكسبل فيه مرونة في الخطة دي يبقى مرينة ويه كمان قابلة للتطبيق في موقف مختلفة يعني نمبر فور لما تكون مخلص دي هتعكسها ايه طبعا هنا هتبقى لست امين وكمان برضو معناها برضو لست امين تمام نمبر فايف كلمة بنكتشول لانه منضبط بيوصل في المعادل المحدد بتاعها على طول كلمة بنكتشول هنا لا يمكن استبدالها بي يعني عايزك تقول عكسها طبعا البنكتشول ده المنضبط بيوصل في معادل المحدد يبقى عكسها ليه متأخر وكمان بطيء وكسول كده ومتأخر نمبر سيكس هو دايما صديق مهتم بي كلمة كيرين معناها هنا ايه طبعا معناها كونسرند ادي واحدة وكمان معناها loving دياتي التانية نمبر سيكس كلمة معناها ايه طبعا واحد يكون منتبه يعني يبقى listening carefully to what is said ادي واحدة ايه كمان ممكن كمان thinking carefully about what is said or done تمام يبقى بيفكر في شيء بحرص وبيفكر او بيستمع بحرص نمبر ايت يعني اي من التالي يعتبر متضادات ايه الاتناني العكسة بعض يعني طبعا واضح قوي اول حاجة flexible والتانية inflexible تحت بعضهم تمام نمبر ناين she is lazy او she is a lazy student هي طالبك سولة معنى الكلام ده ان هي ايه معنى الكلام ده ان هي دي واحدة وكمان نوت اكيد طبعا مش مكتدة في العمل تمام نمبر الخطة الناجحة بيتبقى ايه طبعا الخطة الناجحة تبقى والحاجة ممكن اقول سهلة التطبيق ايه كمان عملية تمام مش نظرية بس نمبر 11 the adjective loyal describes someone who others even when it's difficult طبعا ال loyal ده المقرص ده طبعا هنا بقولك بدوسوا في شخص بيعمل ايه مع الاخرين حتى في اوقات الصعبة اكيد طبعا بيدعومهم يبقى ايه؟ يبقى support ايه ده واحدة وبدل بيدعومهم يبقى بيساعتهم يبقى هلبس تمام اختار ايجاب واحدة بعد كده نمبر 1 انت المفترض تقوم باخبار الحقيقة وليس الكذب يبقى تمام لان كلمة بتيجي مع ذا نمبر 2 كلنا لازم ننتبه لليه بيقوله يبقى يبقى يعطي اهتمام تمام نمبر 3 يقولك هو لسه ياخد كورس في اللغويات يبقى هنا taken نمبر 4 واكتسب خبرة عملية على مدار السنوات يبقى تمام نمبر 5 بيقولك اكمل الجملة ديت بكلمة عكس كلمة cruel اذا احد الوالدين ايه هي ام ايه يبقى هنا confident لا مش تنفع confident ام لأ هنا تبقى loving لان يبقى عكس عكس كلمة cruel ليقاص يبقى يعني حبوب ايه هو عطوف ده ممكن تعتمد عليها معنى الكلام ده ان هي ايه خلي بقى لك خلي بقى هنا اجيب لك نوت حاجة ده لما تيجي ما ياخد ش بنا منها تمام لما كانش جاب نوت كنت قلت وعايز لخبط هنا لان كلمة يعني تقدر تعتمد عليه فابولك هو لا يمكن يبقى لا يمكن عدم الوصوك فيه او عدم الاتمان عليه يعني ما الواحد يسترح بعد العمل الجد ده شيء يعني طبيعا نحن ايه نحن يبقى يبقى لان كلمة بيجي معها do things number eight the ambulance were rushing through the street with their sirens عايزو لك بقى ان الاسعاف يعني مندفعة في الشارع والسرينة بتاعتها ايه او الصفرة بتاعتها sounding تطلق ليه الصوت او الصوت الصفرات بتاعتها بتاع الانزار دي number nine now scientists are working a better medicine for this disease دلوقتي العلماء عايزو لك بيعملوا على تطوير العلاج افضل مندفة للمرض يبقى اسمها working يعمل على تطوير او تحديث او كده number ten reading is one of my activities القراء احد الانشطة بتاعت الهين طبعا free time بتاع وقت الفراغ letter a number having a makes it impossible to keep there inside لما الكويتش بتاع السيارة يبقى فيه ايه بيقى مستحيل انه يحتفظ بالهوى فيه طبعا كونه ايه بيجعله يعتمد عليه وموثوق فيه يبقى تمام ناخد بقى كده بقى جزء خاص يعني تطين سرعة كده اول حاجة اقولك ازاي نستخدم الاركام مع الصفات المركبة اول حاجة احنا كنا بعضوا حتة زمان بس انتو كنتو مش مركزين فيها ليه ايه لما يكن بقى عندي صفة مركبة من ثلاث كلمات بيجبنهم هايفن اللي هي الشرطة دي الشرطة دي لما تيجي الكلمة بين او الاسم يعني قبله شرطة زي كلمة تير هنا وبعدها شرطة لابد اسم مفرد قبله رقم وبعده صفة الاسم ده لا يجمع احنا قلنا لاني ده كله في محل الصفة دي ولها اسمها صفة مركبة لما قول مثلا احمد از اتولف يير اولد شايلد شايلد ده الطفل انا هنصفه بايه اولد وقبل كلمة قول دي جبت اسم مفرد ورقم يبقى الرقم هايفن شرطة اسم مفرد صفة ممكن اجيب برضو الارقام في صفة مركبة في كلمتين مش تلاتة بقى المرات بس هاجيب برضو هايفن لها الشرطة يبقى رقم واسم ايه اسم مفرد ويند اون اثري داي هولو داي يبقى طلع من اوتين دول بايه ان الهايفن اللي ما تبقى موجودة وتكون عندي صفة مركبة سواء فاتت كلمات او كلمتين الاسم لا يجمع يبقى اسم مفرد زي كلمة ير وكلمة داي تمام يمكن ان الاسم في الصفة المركبة يمكن انتهي باس ابوسترو فيه تمام ركزوا بقى في دي بقى بس ما فيش هنا هايفن بقى يعني المكتب بتاعي على مسافة قيادة ساعتين بالسيارة من هنا يبقى هنا لما جمعتها حطت ابوسترو في بعد الاس عشان هنا فيه ملكية وبس ما فيش هنا هايفن ما فيش شرطة تمام النقطة الرابعة في حالة وجود كلمة time بعد الكلمات السابقة time بقى برضو ما فيش هايفن برضو بدا اجتمل حالتين الحالة الاولانية ممكن يبقى فيها ابوسترو في اس او يبقى اس ابوسترو فيه على حسب الجملة يعني مفرد او جامع شوفوا حطي ابوسترو في اس لكلمة اور عشان هي ان مفرد في خلال سنتين يبقى هنا اصلا جامع حطي لها ابوسترو فيه اول حاجة كلمة بط وهيفر مع بعض دول معناهم مع ذلك او لكن ده كله بيربطهم ايه بين جمل متناقضة مع بعضها بس دول بيجوا في النص يبقى ازا دول ما يجوش في هايفر الجمل كلمة وكلمة بالرغم من بيجارة جملة كاملة وده ممكن تيجي في النص او في الاول although we had got up early على الرغم من ان استيقظنا مبكرا we missed the bus يعني فدنا الاوتوبيس we missed the bus although we had got up early يبقى يبقى ازا بتيجي في الاول هي او ايه وزو او في النص في رابط بعض ازا كلمة despite وإنسبات اوف بيجو رام يا ايما فعل في اينا جي يا ايما ناون ودي برضو بتيجي في الاول او في النص ما شيء معناها بالرغم من برضو despite getting up early الرغم من استيقظنا مبكرا او استيقظنا مبكرا we missed the bus فدنا الاوتوبيس we missed the bus despite getting up early يعني احنا فاتنا الاوتوبيس هالرغم من استيقظنا مبكرا يبقى despite ونسبات في الاول او في النص ورام ناون او i نقطة الاخيرة not only but also ليس فقط ولكن ايضا not only لو مكانها هنعرفه بالزبط بتيجي بين حاجتين بين الفعل الاساسي والإيه والفعل المساعد يعني ايه يعني قبل الفعل الاساسي او بعد ايه الفعل المساعد مثلا هنا يقولك ايه we were not only playing شايف كلمة where ده فعل المساعد وشايف كلمة playing جات بينهم ايه not only يعني نحن فقط لا نلعب شطرنج but we were also drinking coffee لجننا ايضا ايه بين ايه بنشرب قهوة يبقى هنا كلمة but جات بين الجملتين بعدها فاعل وفعل ناقص او فعل المساعد وبعدهم also اجيب الفعل بعد كده او التكملها وفي الاخر ممكن اضيف as well او ما اضفهاش والاتنين صح ممكن اجيب not only فاول الجملة بس اضطر هنا اجيبها في الصغر الاستفهمية يعني ايه يعني باجيب وراها فعل المساعد على طول يبقى مثلا not only where we بقدر ما كنا مقول we were بقت where we languages but we were also drinking coffee وجاب لي هنا نقطة في الاخر انا ليه قلت صغر استفهمية لان دايما صغر استفهمية بيجي الفعل المساعد قبل الفاعل لو انا ربطت بقى بnot only جبتها في الاول وجبت بطول سمعها ربطت بين فاعلين مختلفين الفعل بقى بيتبع الفعل اللي هون في يوم او الفعل اللي هون في يوم الفعل بيجي حسب الفعل اللي هو قبله او القارب منه او الفعل التاني شوف كده جملة not only but also his brothers are doctors ليس فقط توم ولكن اخواته كمان يكونهم دا كترة هي بقى رجاء عشان مين عشان brothers وليس عشان توم تمام نحن اللي بقى السئلة على الجزء ده number one he says he likes sports وابلونها بيحب الرياضيات او الالعب الرياضية يعني وحطوا نقطة وبدأ جملة جديدة وجاب كومة he only watches them on tv هو فقط بيشوفهم في التلفاز اذا ايه هنا هتبقى ومع ذلك هو بيشوفهم فقط في التلفاز number two my help he fell into debt هنا debt معناها ديون يعني يقولك ايه الرغم من مساعدتي هو برضو سقط في الديون يبقى ايه خلق بقى هنا my help ديات اسم يبقى وقلزه غلط اذا هتبقى despite لندي اللي بيجوارها noun او ing number three i like reading novels انا بحب كراءة الروايات كومة i don't have time ما عنديش وقت يبقى هنا ايه هتبقى بط طبعا بط او ايه هنا طبعا بط لكن تمام طبعا هوفر مش موجودة في الاختيارات number four she speaks english french هي بتكلم انجليزي وكمان فرنساوي يبقى هنا اضافة يبقى ايه and french تمام he managed to eat a big lunch having eaten an enormous breakfast هو استطاع انه ياكل يعني ايه غدا وجبة كبيرة في الغد يعني دسمة الرغم انه هو تناول افطار ضخم برضو اذا هنا جاب له ing ايه لا يجب دول وراء ing هتقول له despite وهتقول له because of كلامك مظبوط اذا ايه و سي غلط طيب b ما تنفعش لانه هنا بقولك هوكال وجبة كبيرة على الغد هتقول له لانه هو تناول وجبة كبيرة على الفطار لا الرغم من يبقى هنا despite لترضي number six this gentleman wants to make reservation at the hotel الرجل اللي هو gentleman ده عايز يعني يحجز غرفة ثلاث ليالي هالي بقى لك بقى انت قلت يا مستر ثلاث ليالي اول حاجة اركز هالين فاقول three nights ما هنقولنا بقى الاسم يبقى فيه قبله هايفن ده في محل صفة فمنفعش اجمعه يبقى لتر بيه غلط طيب three nights طيب انت عايز تجيب صفة فthree nights هنا غلط طيب three nights ازاؤه لأ واجيب جمع وما اللي تبقى ايه letter c three nights فقط letter c number seven she walked home by herself هي ايه هي روحت لوحدها ماشي she knew it was dangerous هي عارفة ان ده خطر despite because of vigora من النون ING بدو الغلط طيب because يعني روحت لوحدها عشان عارف ان ده خطر لا يبقى غلط يبقى letter c عالرغم ان هي عارف ان ده غلط او ده خطر number eight we will go to play tennis هنلعب تنس the cold wizard طبعا ايه عالرغم من التقصيل ايه البارد ايه اللي بيقى وراه هنا ناوين أو ايه نجي طبعا هنا in spite of تمام نحن قلنا in spite of معناها ايه قلنا معناها بالرغم من ان number nine i wanted to go to school i was too sick to go ولكن انا عاوز كنت عاوز روح المدرسة لكن انا مرض جدا ومشاهدر اروح يبقى يبقى نبط لكن number ten his cleverness يعني ايه مهارته ده اسم he was unable to answer the question اذا ايه الرغم من مهارته مش قادر يجوا بالأسالة ايه لا يجورها اسم في الاختيارات طبعا هنا بتبقى letter a in spite of number eleven we decided to go out for a meal it was raining احنا قررنا نخرج ايه عشان نتناول الوجبة الجو بيمطر يبقى هنا ايه هنا خليبك فيه تناقط هنا يبقى هنا despite عايز اناول in spite of ما ينفعوش طب however لا هوفر ما تنفعش هنا مالي تبقى even though تمام يعني رغم من ان احنا ايه الجو بيمطر احنا برضو عايزين نخرج من التناول الوجبة برا number twelve not only my brother but also my sister بلك مش فقط اخواتي الاولاد لكن كمان اختي going to Alexandria نقولنا لما عوز اجيب فعل بيتبع مين بيتبع الفاعل التاني او بيتبع اللي ايه الفاعل قريب منه يبقى my sister تبقى is تمام مفرد number thirteen his honesty no one believed him الرغم من امنته ما فيش حد مصدقه طبعا انا عايز هنا ننون موجودة هات his honesty يبقى ايه اللي بيجوا هرها نون طبعا despite تمام المصر طبعا in spite تنفع لا اسمها in spite of ما تنفعش هنا يبقى لترسيها صح number fourteen he came late he got in هنا يعني يبقى هو جه متأخر he got in هو كمان ايه ده هو دخل يبقى هنا لكن فيه تناقط هنا تمام يبقى هنا هو جه متأخر لكن هو got in دخل برضو number fifteen he lost his job وفقط وظيفته his good record طبعا عنده سجل جيد يبقى ايه طبعا هنا فيه تناقط برضو لان good record yet now يبقى number sixteen ده بارتي حسام استمتع بلايه بالحفلة he had to leave early ارام ان هو كان ايه مضطر يغادر بدر يبقى ايه يبقى هنا however تمام number seventeen coming early he was punished يعني وصوله مبكيرا هو تحاقب ازاي يبقى فيه تناقط برضو يبقى هنا despite coming early مع انه وصل من ايه مبكر number eighteen كمال he had had no previous experience ولكن كمال فاز بالمسابة ما عندوش خبرة سابقة يبقى ايه يبقى هنا الرغم من يبقى هنا letter b number he has daughter هو عنده ابنة عندها كم سنة خمس سنوات هي كم ابنة واحدة تمام يبقى هنا ما ينفعش هنا طب كانت تجي في اخر الجملة تجي مع يرز ازاي هتبقى letter دي طبعا قلنا الكلمة ديت ما تجيش جمع لما يكون سفا مركبة وهبلها وبعدها شرطة وشرط number هو حذر وحريص هي في سقط وقع في المشاكل الرغم ان هو حريص يبقى تمام يبقى احنا كده بقى وصلنا لاخر حلقيتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش اعمل لايك الفيديو شارك في القناة فعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دلوس عالمية online السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر